احمد الله تعالى مع كلمة أول وكذلك نربط كذلك اللام من كلمة تلبسون مع اللام من كلمة أول فيتضح لنا الموضع الآخر إن شاء الله تبارك وتعالى لأن عندنا هنا الموضع هذا لما تلبسون والموضع الآخر لما تصدون أما الموضع الأول والثاني لما تكفرون إلا أن الموضع الثاني فيه كلمة كل فبالزيادة في ترتيب الآيات جاءت كل في الآية رقم 98 كذلك من المتشبهات قوله تعالى هذا هو الموضع الوحيد في الكرآن باقي المواضع نربط بين لام الهدى ولم العمران أي أن كلمة الهدى جاءت مقدمة في سورة آل عمران كذلك من المتشبهات قوله تعالى أو يحاجوكم عند ربكم هذه الآية رقم 73 في آل عمران جاء مثلها في البقرة إلا أن هناك في البقرة ليحاجوكم به عند ربكم فنجد هنا به هذه زيادة وطبعا معلوم أن صورة البقرة هي الأطول فهذه قاعدة الزيادة في الصورة الأطول فاتضح لنا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى كذلك من المتشبهات قوله تعالى يؤتيه من يشاء والله واسع عليم تكررت مرتين العمران والمائدة ليس في الكرآن غيرهما باقي الموادع يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سورة الحديد والجمعة كذلك من المتشبهات قوله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم تشبهت مع الموضع الأخر الذي في سورة المائدة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم نلاحظ إن شاء الله الفرق بين الآياتين فنجد الأمر سهل واسير إن شاء الله تبارك وتعالى آية العمران قل إن الفضل إنما هناك في المائدة ذلك فضل كذلك من المتشبهات قوله تعالى واسع عليم تكررت سبع مرات سورة البكرة والعمران والمائدة والنور ليس في القرآن غيرها باقي الموادع سميع عليم وهذا المتشابه مر معنا قبل ذلك نحفظ هذه الجملة ولله المشرك وقال لهم مثل الذين الشيطان يعيدكم ولا تؤمنوا من يرتد وأنكحوا ورفقا ببعضكم يعني رؤوس الآيات التي ختمت بقوله تبارك وتعالى واسع عليم كذلك من المتشبهات قوله تعالى والله ذو الفضل العظيم أو بدأت الآية بقوله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم تشابعت مع الموضع الذي في سورة البكرة والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الأمر سهل ويسير آية البكرة هنربط جاء بعدها ما ننسخ من آياتين نربط التأمن كلمة آية مع التأمن اسم السورة البكرة أما موضع آل عمران ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بكنطار بداية الرابع نربط النون من كلمة تأمن مع النون من اسم السورة آل عمران واربط رعاك الله باسم السورة موضع التشابه المزق كذلك من المتشبهات قوله تبارك وتعالى في هذه الآية التي تبدأ بقوله إن الذين اشترون بعهد الله وإيمانهم سمن قليل أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيم ولهم عذاب أليم جاء مثلها في سورة البكرة أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيم ولهم عذاب أليم والأمر سهل ويسير إن شاء الله تبارك وتعالى آية العمران أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أما العمران أولئك لا خلاق لهم في الآخر نلاحظ كذلك أن آية البقرة وَلَا يُكَلِّمْهُمُ اللَّهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٍ إنما في البقرة أو في آل عمران وَلَا يُكَلِّمْهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يبدأ زيادة عن سورة البقرة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم طيب يقول الشيخ هنا وتذكر أن آت البقرة جاء بها ما يأكلون في بطونهم وذلك موافقة لما ذكر بها من أكل أموال الناس وأكل الربا يعني في سياق الآيات قبل هذه الآية فانتبه لهذا الرابط وأيضا اربط بين نون ولا ينظر ونون العمران يبقى اربط مع اسم الصورة واربط رعاك الله باسم الصورة ما وضعت شابه المذكور يعني كلمة ينظر جاء بها حرف النون قد وقعت بصورة التي جاء في اسمها حرف النون العمران وانتبه إلى الآية التي تالي آية البقرة وآية العمران واربط آية البقرة عن طريق حرف التاء المربوطة الملونة باللون الأحمر وأيضا اربط بين آية العمران عن طريق حرف النون الملون باللون الأحمر كما ذكرت يعني التاء من كلمة الضلالة مع التاء من اسم الصورة البقرة وهنا نربط النون من كلمة ينظر مع النون من اسم السوري آلي عمران وإلى هذا الحد الكفاية ونسأل الله تبارك وتعالى الهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته